بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم ورطوني وحلقتنا النهاردة والخبر معانا النهاردة في قناة ياسمينتي اليوتيوب عن المحامي طارق جميل سعيز زوج منا نجلة الفنان حسين فامي والفنانة ميرفات أمين الخبر بيقول تداول عدد من المحاميين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن زميلهم المحامي طارق جميل سعيز زوج منا نجلة الفنان حسين فامي وميرفات أمين قد تعرض على وعكة صحية مفاجأة أدت إلى دخوله المستشفى وكتب الصحفي أبو المعاطي زاكي عبر حسابه بمواقع الفيسبوك يمر المحامي الشهير والصديق العزيز طارق جميل سعيد بوعكة صحية دخل على أثارها العناية المركزة نسألكم الدعاء له كما يذكر أن منا احتفلت بزفافها في حفل أقيمة بأحدى المدن الساحلية بحضور الأهل والأصدقاء وعدد محدود من الفنانين منهم الفنان مصطفى فامي وكذلك الفنانة ريم البارودي الصديقة المقربة للعريس وكذلك ميرفات أمين والدة العروس ومن المعروف أن كانت هناك علاقة صداقة قوية جمعت بين طارق ومنا منذ سنوات طويلة وكذلك قصة حب قديمة بحسب ما أعلن طارق جميل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك طارق جميل هو الزوج الثالث لمنا حسين فامي حيث سبق لها الزواج من شريف رمزي ثم من أحمد فامي منا هي الإبنة الوحيدة للفنانة ميرفات أمين وهي من مواليد 1982 تبلغ من عمر 36 عاما ربطتها علاقة حب بالفنان شريف رمزي وانتهت بالزواج في عام 2008 وفي عام 2011 انفصلت عن شريف بعد زواج استمر ثلاث سنوات كما أصار خبر زواجها من الفنان أحمد فامي دقة كبيرة خاصة وأن أحمد فامي هو زوج شقيق طليقة من شريف رمزي يعني أحمد فامي كان متزوج من أخت شريف رمزي ومنها كان متزوجها من شريف رمزي تم طلاقهم ومنها وأحمد فامي تم زواجهم منها بترفض الظهور في وسائل الإعلام بتكتفي بحساباتها فقط على الإنستجرام أما الفنان الجميل والدها الفنان حسين فامي اسمه محمد حسين فامي ولد في القاهرة وتخرج من معد العلي للسينما عام 1963 درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن عاد اكتشف حسن الإمام كممثلا فأرجع مشروع الإخراج كي يعمل ممثلا بين السينما والمصرح والتلفزيون لقد تزوج الفنان حسين فامي من خارج الوسط الفني ثم من الفنانة مرفة أمينة التي أنجب منها ابنته الوحيدة منها وتولى رئاسة مهرجون القاهرة السينماي الدولي ابتداء من عام 1998 حتى عام 2000 حصل على جواز أحسن ممثلا عن أفلامه دمي ودموعي وابتسامتي والإخوة الأعداء والرصاصة